بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلبتنا الأعزاء محاضرتنا اللي هي رقمها 16 لهذا اليوم راح نتعرض بيها للهيموستاسيز اللي هي عملية الإصلاح للأضرار اللي تحدث بالأوعية الدموية وردفع للجسم راح نتعرف كيف يتم الإصلاح تعريف الهيموستاسيز هو شنو باختصار شديد لا أكثر ولا أقل هو عملية منع لفقدان الدم عملية منع لفقدان الدم prevention of blood loss على ثلاث عوامل العملية أو الاستجابة عملية الإصلاح للوعاء الدموي أو الاستجابة لإصلاح الوعاء الدموي تعتمد على التداخل بين ثلاث عوامل العامل الأول interaction between blood vessel wall غشاء الوعاء الدموي طبعا كما راح اللحظة بالمخطط إن شاء الله أثناء المحابرة مرة راح نستمر بيها هاي العامل الأول التداخل بين العامل الأول اللي هو vessel wall تداخل أيضا مع circulating platelets اللي موجودة وين أيضا بالسوائل أو بالدم بمجرى الدم العامل الثالث هو coagulation factor عوامل التخثر إن شاء الله بالمحابرة القادمة اللي راح نتطرق لها إن شاء الله the mechanism of hemostasis ميكانيكية تكوين الخثرة أو ما نقدر نقول عليها الخثرة هي ميكانيكية الإصلاح الضرر ميكانيكية إصلاح الضرر اللي يتعرف له اللعاء الدموي طبعا الضرر هذا قد يكون داخلي ضرر خارجي يعني مولا جرح خارجي ترومة مثلا لا قد يكون ناتج عن ضرر داخلي وهسا نجي نتعرف إن شاء الله لهذا الموضوع خلال سير المحابرة إذن الميكانيكية تحتوي على عدة نقاط متسلسلة النقطة الأولى اللي هي مشاعر لها هنا بأي ال vasocontraction هي عملية تقلص الوعاء عملية تقلص الوعاء أو الأوعية القريبة من مكان الإصابة اللاحة بالتالي هي شنو هي physical reflex contraction هي عبارة عن رد فعل فيزيائي أو تقلص فيزيائي of adjacent small arteries and arterials leading to slowing of blood flow to the injured area إذن هي عملية تضيق الشراينات الدموية أو الشرايين الدموية القريبة من مكان الإصابة أو مكان الجروح هذا يؤدي إلى شنو يؤدي إلى قلة سرايان الدم للمنطقة المصابة يقلل جرايان الدم للمنطقة المصابة طبعا هذا الجرايان يقلل راح يستفاد بنا في شغلتين أولا قلة فقدان الدم الشغلة الثانية allows contact activation of platelets and coagulation factor هذا التقليل راح يؤدي إلى أنه تعمل العوامل الثلاثة اللي حشينا عليها قبل قليل اللي هو راح يصير تماث بين الغشاء أو جدار الوعاء vessel wall wall of vessels ثانيا لـ platelets وثالثا لـ coagulation factor النقطة الثانية اللي هي formation of platelets block بلوغ عفوا formation of platelets block platelets have three functions حتى نعرف شون تتكون السدادة أو الـ platelets شون تكون السدادة تمنع فقدان الدم يجب أن نتعرف على وظائف الـ platelets أو وظيفة الصفائح الدموية تمتلك ثلاث وظائف رئيسية هي أولا الـ adhesion الالتصاق ثانيا release وثالثا aggregation طبعا أي برا نتعرف على هاي العمليات من نستمر بـ these three functions lead to formation of platelets plug which close injured parts of blood vessel هذا يؤدي إلى تكوين السدادة اللي تسدلي المكان المتبرر من الوعاء الدموي النقطة الثالثة المهمة هي نقطة الثالثة النقطة الثالثة خيوط الفايبرين الشبكة اللي تدخل بداخلها الصفائح الدموية وتؤدي إلى غلق أو الجروح أو غلق مكان الإصابة طبعا هاي تعتمد على الفايبرين طبعا الفايبرين يتحول إلى ثرومبين عن طريق عمل أيوانات الكاليسيوم ثنائية التكافر النقطة الرابعة كلوت رتركشن يعني من صار تعد الخطرة تم انقطاع الدم يجب إصلاح الوعاء لأن هي عملية منع فقدان الدم أيضا عملية إصلاح الوعاء إذا بقت الخطرة ما رح يصبح الإصلاح بالوعاء إذن يجب أن هناك يكون تحليل لهذه الخطرة أو هضم لهذه الخطرة لكي تبدأ عملية إصلاح مكان الإصابة لاحظ كالتالي أكر أن ديسلولايس أو بلاد كلوت أكر أن بين ريباير أو إنجر تيشو أو بلاد بسل تيك بلايس لاحظ أنه يبدأ عملية تحلل بطيئة لهذه الخطرة لكي تبدأ عملية إصلاح النسيج أو الوعاء الدموي بلايس ريكش إن بلاد كو جوليش أن د برايمر هيم استاس تبدأ عملية تفاعل البلايس راح نلاحظ هنا بلايس لت بلاد كو جوليش أن د برايمر هيم استاس راح نتعرف على المخطط هنا اللي لاحظ تبدأ بي عملية البلايس تفاعل هالمخطط كما هو التالي نسمي بلايس فورميشن طبعا مخطط كلش مهم مثل ما تفضل قبل قليل راح الوعاء الدموي أو الوعاء تعرف لعملية جرح أو عملية إصابة طبعا قلنا عملية إصابة تكون داخلية أو خارجية هذا راح يؤدي إلى تعرض أو تكشف الكولاجين اللي موجود بالوعاء الدموي طبعا هذا راح يصير بتماس ويلا البليتلتس اللي تفتر أو دور عدي بالدم الموجودة بالدم راح يؤدي إلى شنو البليتلتس أدهيجين راح تلتصق عند التصاق البليتلتس البليتلتس بلوعاء بجدار لوعاء الدموي المصاب راح يؤدي إلى أطلاق عملية سميها بليتلتس ريليز ريكشن بليتلت ريليز ريكشن عملية تحرير تقوم بها شو تحرر لي تحرر لي ثرومبوكسان اللي هو ال اي تو اي دي بي اللي هو ادنين دايفوسفيت هاي العوامل راح شو تؤدي ايضا تؤدي الى دعوة البليتلتس الباقية الموجودة يصف يصير بليتلتس اجريكيشن يصير تجمع تجمع البليتلتس في مكان الاصابة يطلق لي اللي هي عوامل او فاكتر نسمي بليتلتس فاكتر عامل تجمع البليتلتس اللي هي يؤدي الى هذا العامل الى هاي المتجمعة انه يصير بها تجلط او تجمع مع بعضها يربطها مع بعضها هذا يؤدي الى تكوين بعدين الفايبرين يعني يدخل في الشبكة مال النت مال الفايبرين حتى يكون للغطرة بليتلتس بيوجين انتشارها بهاي الشبكة اللي قلنا شون يتكون مثل قبل قليل قلنا الفايبرين ينتج من الفايبرينوجين منه اللي يخلي الفايبرينوجين يتحول الى فايبرين هو قلنا الثرومبين الترومبين من يجينا يجينا من البروثرومبين منه اللي يخلى البروثرومبين يتحول الى ثرومبين هو قلنا يعانيه الكالسيوم ثنائيه التكافؤ فقلنا ش راح تتكون شبكة من الفايبرين او خيوط الفايبرين هاي الشبكة راح تنتشر بيها اللي هي بليت لتس فيوجن بعد نتعرفنا على تكون الخطرة بشكل مبسط طبعا العملية يعقد من هذا بكثير لكن على مستواكم حاليا هذا كلش كافي راح نتعرف على أنه عملية تحلل الخطرة مثل ما تفضلنا بالنقطة الرقم D أو النقطة الرابعة لأن إذا بقت برح يصير إصلاح بالوعاء الدموي فتسمينا هاي العملية بايو برينو لايسيز عملية تحلل الخطرة أو عملية تحلل الفايبريد لأن الفايبريد إذا يتحلل راح يتم تحلل الخطرة بشكل كامل It is a normal hemostatic response to vascular injury trauma exercise or emotional stress إذن هي مثل ما كنت تقولكم قبل قليل عوامل داخلية إذن هي رتفعل طبيعي للخطرة اللي تتكونت داخل الجسم نتيجة انفعالات العاطفية ضغوط النفسية التمارين الرياضية الزايدة عن الطاقة التعرف للإصابات الخارجية بلازمينوجين كوينزايم إذن أول عملية هنا عندنا هو بلازمينوجين كوينزايم طبعا هذا إنزيم مساعد موجود بشكل طبيعي بالدم وبسوائل الجسم المن يتحول 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 إلى البلازمين شما هو البلازمين؟ هو فقال جدا بلازمين إنزيم محلل للبروتينات ليش إنزيم محلل للبروتينات؟ لأن قلنا البايبرين وعوامل التخطر لكوينة الخطرة هي عبارة عن بروتينات بواسطة شنو يتم تحويل البلازمينوجين إلى بلازمين باي اكتيفياترز عوامل محفزة شنو هاي العوامل المحفزة اللي يتحول لي منتجيني من البسكولار وال أو الأنسجة المحيطة بالمكان الإصابة وكذلك هناك نلاحظ عامل مهم آخر يؤدي بعدين إلى التحلل الخطرة ما هو هذا العامل اللي المحفز أو المنشط اللي هو العامل رقم 12 طبعا هاي الرقم لاتيني الـ X يصير إلى العشرة وهاي يشير إلى رقم 2 فها رقم 12 البلازمين ولايز سوف يحلل للفايبرين يحلل للفايبرينوجين ويحلل لي أيضا أو يقطع لي أيضا شنو الأذر بروتينز بها عملية اللي هي الهايدرولايسيز عملية تقطيع أو عملية تحلل ماهي شون أنت معي عملية تحلل الماهي عن طريق تكسير تكسير عفو عن طريق تكسير الأواصر اللي تربط لبين الأحماض الأمينية المكونة للبروتينات into soluble supplied products إلى أجزاء صغيرة مقطعة من الخطرة اللي شنسميها هاي الأجزاء الصغيرة فيبرين ديجريجيشن بروديكتز أو في ثرومبين مو بقط تحلل هاي العوامل اللي نتجد يعني مو اشتغل البلازمين حلل للخطرة أو حلل للبايبريد مو قلنا تنتج نوات صغيرة اللي هي سميناها بايبريد ديجريجيشن بروديكتز ها راح تثبط للثرومبين أنا عدتها لأكثر من مرة بيتلكم بوجود اللي ثرومبين البايبريد نوجين يتحول إلى بايبريد إذا ثبطت اللي ثرومبين بعد ماكو بايبريد نوجين يتحول إلى بايبريد إذن أيضا رغم حللت وقفت لعملية التخثر بشكل كامل طبعا هاي نقطة جدا مهمة طلابنا الأعزاء يجب الانتباه إلها أنه ذا البلازمين بقى يعمل أو يشتغل راح يحلل الوعاء كله راح يحلل الأنسجة المحيطة بالوعاء كلها وبالتالي راح يؤدي لها برر العملية الصير مضرة بها الحالة الصير نزف داخلي مو بس نزف الخالي نقول الخارجي أو الناس في القليل العدنة حتى يوقف عمل البلازمين أكو هناك عوامل نسميها أنت بلازمين شتوقف لي توقف لي عمل البلازمين في حد معين ربك سبحانه وتعالى الله الوائد سبريد لاحظ طلابنا عزاء الوائد سبريد دي ستركشن أو بايبرينوجين أمد أذر كواغوليشن وبروتينز ساتش آس فكتر ثمانية وفكتر خمسة يوقف تحلل لأنهذا حلل الفكتر رقم خمسة والفكتر رقم ثمانية بها الحالة راح يصير النزف داخلي هسا نتعرف على هاي العوامل قلنا بالمحاول هسا نتعرف بعد أن حتشينا عن إنزيم البلازمينوجين وإنزيم البلازمين هسا نتعرف عليهم ما هو البلازمينوجين إذن هو البروتين من نوع غلوبيولين برو إنزايم إنزيم أولي موجود بالدم والأنسجة الدموية يتم تحوي لإلما إلى البلازمين اللي قلنا عليه هو شنو إنزيم محلل لبروتينات شون يتم تحوي له مثل ما قلنا قبل قليل باي اكتيبيترز إن بروسس أو باي برينو لايسيز اللي تعرفنا عليه هن قلنا عوامل لأما من الغشاء من جدار الوعاية أما من الأنسجة المحيطة هاي العوامل أيضا قلنا العامل رقم 12 هي عوامل كلها محفزة عملية تحوي البلازمينوجين إلى بلازمين البلازمين ما هو إتزع سيرين طبعا سيرين إهنا هو حامض أميني إتزع سيرين وبروتياز إنزايم which is responsible for digestion of باي برين بوند باي برينو جين بوند and other بروتيز إذن عرفنا هو عملية هضم للبروتينات الموجودة بالخثرة الدموية باي هيدرولايسيز أيضا طرقنا لها إنهو تحلل مائي of بيبتايد لادن to formation of soluble supplied products اللي سبناها FDP from plasminogen and from certain activators هسا FDP اللي هي البيبين degradation products شنية are the end results of the action of plasmin enzyme إذن هي الناتج نهائي لعمل البلازمين عال خطرة الدموية on the viprin plug in the process of viprin olysis قلنا العملية نسميها viprin olysis عملية تحلل الخطرة أو تحلل هذا المخطط أيضا مهم طلابنا لأزا يرجى منكم تحفظوا عن بهر قلب مهم جدا هذا المخطط اللي هي اللاحظ ال activators قلنا شو ال activators مثل ما طرق قبل قليل هي العوامل اللي تطلق أو موجودة عن طريق جدار لعاء الدموي أو العوامل الموجودة بالانسجة أو العامل رقم 12 هاي ثالث مرة يمكن أعيدها هاي العوامل شو راح تؤدي لي تؤدي لي إلى تحويل اللي قلنا عليه هو برو انزايم إلى بلازمين شو قلنا عليه بروتيوليتك انزايم طبعا راح يتكون البلازمين قلنا حتى نسيطر على عمل البلازمين من اللي يوقف النيال اللي هي العوامل المضادة للبلازمين العوامل المضادة للبلازمين حتى لا يستمر بشكل قوي يؤدي إلى ضرر طبعا الفاي بوجود بوجود البلازمين يتحول إلى سوليوبر سيبلايد هاي السوليوبر سيبلايد اللي احنا شنسميها ايف دي بي باي برين دي غري شن برودي طبعا الفاي برين قلنا بوجود البلازمين يتحول إلى سوليوبر سيبلايد اللي شسمها هذي اللي ال ايف دي بي ولكم الشكر والتقدير يرجى طرح الأسئلة عن المحاضرة ليتم الإجابة عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة